أن وضع سقطرة يختلف على وضع كل المناطب الأخرى في المن جزيرة سقطرة يعني ليس بينها وبيننا حدود يابسة وبالتالي دعمها بأي شيء من الصعوبة بمكان وما نراهن عليه وما يعني شد من عزمنا هو ثبات أهلها وقيادتها سلطتها المحلية ونخبها وأعلاميها بأنهم يقفون على قبل البرج الواحد ولم تستمي لهم كل هذه الأموال وكل هذه المغريات التي تفعلها الإمارات وإلى هذه اللحظة التي أحدثك فيها الحقيقة أنا أطمن الجميع أن الإمارات قد فشلت ولم تنجح على المستوى الذي كانت تريده لكن القزيرة أأكد لك وأأكد لكل يمنيين أن قزيرة سقطرة في خطر أنا تابعت الكثير من الأعلميين يمنيين ويعني يصورون المسألة سقطرة على أن الإمارات نقلت بعض الأشجار أو بعض الأحجار لا الموضوع كبير موضوع سقطرة هو كالتالي هناك ممر الدولي قادم اسمه خط الحرير هذا الموضوع هو الأهم في موضوع سقطرة سقطرة إذا نظرت إلى خط الحرير تسمى سنتر يعني هي في المنتصف المرتكز لهذا الخط وإذا استطاعت الإمارات ومن وراءها إسرائيل حتى نكون واضحين نحن البرنامج في سقطرة برنامج صهيوني الإمارات هي أداة منفذة مثلما الانتقالي أداة منفذة بد الإمارات هي أداة منفذة بد إسرائيل ولها مصالح مشتركة مع إسرائيل في المنطقة فقضية سقطرة قضية سياسية قضية اقتصادية قضية إقليمية السباق عليها السباق أقليمي ودولي ليست الغضية أحجار ولا أشجار وإن كانت تأتي ضمن أطماع الإمارات حيث ما حلت في مدينة هي لها أطماع لكن حقيقة الأمر أن موقعها الاستراتيجي في عمق المحيط الهندي المطل على باب المندب المطل على المرات الدولية المطل على خط الحرير هذا هو هدف الحقيقي والاستراتيجي لبناء قواعد عسكرية مستقبلية لإمارات إسرائيل لكن يسن النظر اليوم ويرون حالة الاستنفار وحالة القضب وحالة الممانعة من الشارع اليمني عموما ولم يظفروا إلا بقلة قليلة لا تكاد تذكر وإلا فالرجل اليمني يموت دون شجرة ما بالك ببلد أو قزيرة فيها 17 قزيرة وهي من أجمل القزر على مستوى العالم ما الذي سيحول بين الإمارات ومن وراء الإمارات وبين السيطرة على سغطراء هو أمر واحد هو الاستفاف الشعبي الجماهيري بكل النخب والقيادة والسياسية والعسكرية والنخبوية والعلامية أن نبقى على قلب رجل واحد وأن لا نفرط وأن لا نسمع إلى هذه الأصوات النشاز التي تقول عليكم بالاهتمام بصنعة وترك سغطراء فمثل ما يدنا على الزناد إلى جماعة الحوثي في صنعة يدنا على الزناد في أي كل من يتسول لنا ويبدو أنهم ينزع عندهم شعار يقول لك تروح سغطراء للإمارات ولا تروح لتركيا أو لقطر يا أخي هل هذا كلام منطق وعاغل؟ هل نحن في سوق بيع وشراء؟ يعني أرضك يتبيع حال فلان لا تركي لا قطري لا عماني لا سعودي لا أماراتي لا جني لا انسي لا شبر واحد من أرض اليمن يقب علينا أن نرفع هذا الشعار مع أنه لا يوجد أي أطماع لا للتركي ولا القطري ولا مدرعة تركية ولا قطرية ولا عمانية موجودة موجودة المدرعة الإماراتية والطائرة الإماراتية والطائرة السعودية والمدرعة السعودية وهم خصمنا وغرمنا اشتركوا في القناة